أربع سنوات من الانتهاكات الحوثية بحق المدريين في محافظة الضالع تنوعت بين اعتقالات واعتداءات وإخفاء قسري وتهديدات بالأذى والعنف والقتل إضافة للتعذيب والتهجير القسري وفي تفاصيلها ما أورده تقرير حقوقي كشف عن 453 حالة قتل بينهم 23 امرأة و17 طفل توزعت بين مديريتي دمت وجبن ومنطقة موريس والفاخر ومديريات قهطبة أما حالة الإصابة فقد بلغت أكثر من 16 ألف حالة بينها 62 طفلا و42 امرأة بسبب القنص العشوائي للمواطنين أو الألغام المنتشرة في المناطق التي دحرت منها الميليشيات التقرير رصد أكثر من 1023 حالة اعتقال تعصفي حيث ما يزال أكثر من 250 مغيبين في سجون الميليشيات دون أن يعلم أهاليهم بأماكن وجودهم كما سجلت تقرير 25 حالة تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين على غرار ما يحدث بسجن جونتنامو وأبو غريب الانتهاكات الحوثية شملت أيضا ممتلكات المواطنين فهناك أكثر من 2015 حالة انتهاك بحق الممتلكات الخاصة منها 27 حالة تفجير منازل و514 حالة اقتحام و548 تدمير جزئي و12 قصف و148 تدمير كلي جراء القصف الحوثي بالإضافة إلى تفجير ثلاثة جسور وإغلاق 20 مقرا لمنظمات وجمعيات خيرية الميليشيات الخوثية أجبرت أكثر من 4800 حالة على النزوح القسري وأغلقت 13 مدرسة حكومية وأربع مدارس أهلية فيما يخص تجنيد الأطفال بالإكراه واختطافهم من منازلهم ومدارسهم أورد التقرير أن أكثر من 200 طفل زجت بهم الميليشيات في جبهة قتالها فيما يخص انتهاكات حرية الفكر المساجد ودور العبادة كانت هدفا لميليشيات الخوثية حيث رصد التقرير 13 حالة انتهاك منها حالة احتلال للمساجد بدمت وتحويلهما إلى سجن وثكنة عسكرية بالإضافة إلى خمس حالات اعتقال لخطباء وست حالات فرض أما من عناصر ميليشيات الخوثية لا تزال الميليشيات مستمرة في انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين في محافظة الضالع في ظل تجاهل المجتمع الدولي لما يتعرض له المواطنون في المحافظة التي أطلقت تصريحات عسكرية بتحريرها من قبضة الميليشيات وحتى الآن لم تتحقق هذه الوعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر